اشتركوا في القناة العملة الصعبة اللي جاب بها هاد السيارة جابها من سكوار بسعر 22 ألف دينار لميات أورو يعني السيارة 400 مليون تستقام بـ 18 ألف يورو أما الوكيل علامة فيات الأورو ره جايبها من الخزينة العمومية يعني 100 أورو ره شاريها بـ 14 ألف دينار وإذا حولنا سعر فيات لدائرة بـ 266 مليون سنتيم للأورو بسعر البنك تصبح بـ 19 ألف يورو يعني السمصار بـ 18 ألف والوكيل اللي يجيب السيارة من المصنع مباشرة إلى الجزائر بـ 19 ألف يورو نتيجة من هاد الحسابات نفهموا أن السمصار اللي كان عطيناها الأورو من البنك كانت غادي تكون الأسعار السيارات أرحم من الوكيل المعتمد من طرف الدولة والمواطر عادي تسأل علاش فيات ما جابتش موديلات أرخص مثلا كما فيات باندا إذا مشينا للموقع الرسمي لفيات في فرنسا نلقا فيات باندا في الوقت اللي انشرنا هذا الفيديو بسعر تخفيض اللي هو 10.600 يورو أي ما يعادل 148 مليون سنتيم مع احتساب كامل الرسوم يعني أرخص سيارة فيات في فرنسا يبدأ سعرها من 148 مليون سنتيم وللأسف الشديد أرخص سيارة من فيات في جزائر يبدأ سعرها من 263 مليون سنتيم من هذا المنبر نوصل رسالة للوكالاء المواطن الجزائري ما خصهش موديلات لسعرها مرتفع خصنا سيارات عملية للاستعمال اليومي بأسعار حقيقية وتكون مراقبة صارمة من طرف الدولة ولهذا نتمنى وهذا الفيديو يوصل للمسؤولين المعنيين بهذا الأمر سلام